المصابين مبارح كريم ندفي التواجد في المباراة ولكن ياسر إبراهيم ومروان عطية نسبة لحقهم بمباراة الزهاب صعبة شوية نسبة لحقهم بمباراة الزهاب في مازمبي صعبة شوية من اللي ممكن يلحق مباراة الزهاب ويسافر مع الفريق بقرة بالإضافة للعابة اللي شاكت في مباراة الأمس يعني بالنسبة لتتخطر خمسين ستين في المية بيرستاو وده يتحدد بقرة في المران الجامعة إذن مروان عطية وياسر إبراهيم لسه قدامهم شوية وقت لو تواجد حد منهم في قيمة مطشي مازمبي ده يبقى أعتقد يعني إعجاز لأن مباراة حتى مروان عطية ما كانش متواجد فيه التدريبات لسه مش جاهز بالنسبة كبيرة بيرستاو أقرب الجاهزين للمشاركة والتواجد مع الأهل في رحلة الكونغة الديمقراطية طبعا فيه خمسة تانيين لسه قدامهم إسبوعين ثلاثة الشناوي زي ياسر إبراهيم زي بقول لكم بالتأكيد عندك كمان حسين الشحات عندك كمان أليو ديانج عندك كمان إمام عشور لسه ده مم شوية وقت حوالي إسبوعين ثلاثة عشان يتواجدوا مع الأهل في المباراة الفترة اللي جاي النهاردة الصبح كانت فيه كلام كتير جدا عن اجتماع هيتم بين كولر مع لجنة التخطيط مع الكابت المحمود الخطيط بأكد لحضراتكم كولر ما فيش اجتماع معاه بشكل رسمي أصلا وكل الكلام ده اجتهادات شخصية واجتهادات صحفية وارد أن يكون فيه اجتماع لجنة التخطيط ده معد سلفا وتم التحضير ليه من قبل مباراة القيم ولكن الناس هتربط مباراة مباراة ان فيه اجتماعات النهاردة مع كولر لا نهاردة الفري راح أصل بيه ماتش مازين بي خلاص بعد يومين أعتقد يعني التركيز ماتش مازين بي دلوقتي أهم بكتير والدفع المعنوية هتبقى مهمة جدا وامباراة على فكرة بعد المباراة حتى كانت فيه تدريبات كده في أرضية ملعب الساد القاهرة نوع من الريكافري اللي عملوا مرس الكولر مع اللاعبين اللاعب اللي شاكت في مباراة مباراة عملت كده تدريب استشفائي حوالي عشر دهائي ربع ساعة بالجري حول المعنوية نتمنى التوفيق يا رب في مباراة مازين بي ماتش مازين بي أهم كتير جدا من ماتش الزبالك نقل في الصفحة مباراة الزبالك تلات نقاط انتهت وخلصت